قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو ان كوريا الشمالية تحفز او تحفر نفقا تحت الارض للتحضير الاختبار النووي القادم مضيفا ان بيونج يانج تبذل كل ما في وسعها لاستعداد لهذه التجربة وانقلت صحيفة ديلي ميل بريطانية عن كونو قوله ان بيونج يانج لا تكشف عن نواياها للعالم الخارجي فيما يتعلق بنزع السلاح النووي